في هذا الوقت سوف ننزل الـ item shop سوف ننزل الـ item shop ولكن سوف ننزل الـ item shop لكي ننزل الـ شيء آخر هذا الشيء الثاني سوف يكون عبارة عن تحديات سوف تأخذ منها V-Box بشكل مجاني يلي هي 100 V-Box الموضوع بسيط جداً وسوف أقل لك عن تحديات كلها بشكل كامل فأريد أن تشير هذا المقطع مع كل أصحابك لأن هذه التحديات مجرد لا يكملوا 100 ألف واحد بهذه التسجيل لا تستطيع تسجيل 100 ألف بني آدم لا تستطيع تساوي هذا التسجيل فأريد أنك تلحق تساوي هذا التحديات بصراع لح أشرح لك ياهون فاللايك بهمني جداً بشأن ينتشر المقطع بكل مكان وتشير هذا المقطع ويلا ما أبغط فعلا والله بسكانت طابق الأرضية وفيديو جديد الصراح هذا المقطع ما هيكون فيه مونتاج ولا هيكون فيه أي شيء لح استعجلكم ياه ونزلكم بشكل سريع ويمكن ما يعجبكم بالمونتاج بالنسبة لدول التحديات يا شباب هلأ من شوي أعلنت شركة فورتنايت وتويتش أنه صار فيه تعاون جديد مع أحد صنان محتوى الثلاثة اللي زارين أمامكم اللي هو باسم ناثل ومدري شو سكاي والمهمة لنا بهذا الكلام نحن بيهننا ميد في باكس لحلمكم كيف تأخذوا ميد في باكس بشكل سريع جداً أول شي لا حدرك لكم الرابط هذا الموقع بالدسكريبشن بدي أكو تفوت على هذا الموقع مجرد ما أنك أنت تفوت على هذا الموقع من أي منصة كانت سواء بلستشين أو كامبيوتر أو موبايل بس المهمة تفوت على هذا الموقع أول ما تفوت على هذا الموقع بتعي فوق كلمة صفرة باسم اللوجين بتكبسها عليها وتعمل ثم تضع إيميل إبك اللي أنت عم تلعب فيه مجرد ما أنك أنت تضع إيميل إبك اللي أنت عم تلعب فيه وضعك بالتمام أنا اللي سوف تفوت بنيمو تسعة أنا لأنه ما هيقدر ساوي التحديات ولكن لحلمك بعد منا بتكبس سماح أو تضع الإيميل تبعك مو مهم شو هو الموضوع المهم أنك أنت تضع الإيميل تبعك بعد ما فرت بيقول لك ولكم نيمو تسعة أو ولكم أحمد ولكم محمد حسب شو إيميلك اللي هو المهم أنك أنت سجد دخول بتكبس بعد منا أوكي بتنزل لتحت بتختار أحد صناع المحتوى فأنا لح اختار مثلا أي واحد هذا الصانع المحتوى هات تعريبا في عنده تسعة آلاف وهذا تعريبا عنده ستة وخمسين لأنه هذا أونلاين حالياً لحعمل عليه سيلكت وبعد منا عمل شويز اللي هو والاختيار مجال ما أنك أنت اخترته مثل مظاهر أمامك خلص هيك الموضوع بسيط وأنت دخلت واخترت هذا الشخص تعمل بعد منا هون لازم تدخل على حسابك بتويتش تعمل لوج إن بعد ما تعمل لوج إن بيطلب منك أنك أنت تفوت على حساب التويتش هذا الحساب التويتش يفضل أنك أنت تكون رابطه مع إبك مثل مظاهر أمامك اللي تويتش نفسه يكون مربوط بإبك اللي أنت هلا لح تفوت عليه حاول تساوي الحركة مشان يكون مضمون الجائزة لعلك بعد منا بتكبس هاي بعد ما أنت تكون متأكد إن حسابك مربوط بتويتش وإبك بعد منا بيحطو لك صح على إنه وضعك بالتمام وحطيتها وبعد منا بتعمل بلاي 20 دقيقة سولو مود بتلعب بالسولو لمدة 20 دقيقة لينحسب لك هذا التحدي هذا التحدي بنحسب لك لبعد ساعة بعد منا بيقول لك فولو كرييتر أكاونت يعني أنك لازم أنت تعمل فولو لل شخص اللي انت حددته عليه اللي احنا حددنا عليه بعد منا بتعمل فولو بتتبسه عليها بحذلك على صفحة هذا البني أدم !,يلي هي عامل الصفحة اللي هي عامله فولو dunk لن ندوس عالقلب وعملنا فولو هكا وضعنا بالتمام عند هذا البني أدم ها الوضع تمام بعد منا بنرجع ملاحول هيت dismissed هايك انا وضعي تمام تعود رسل المسلا الصفحة مع بعض ونشوف هل ممكن انه يكون في عليها صح لسه ما عليها صح لانه دولت بيانات تتحدث بعد عشر دقايق بيقول لكم انه بعد عشر دقايق او ساعة تتحدث المعلومات انا كلي علي اني انا عملت له فولو لهذا الشخص وخلص معت بهمنا اذا الموضوع اول شي بتاخد هاي الجائزة اللي زارة امامكم اللي هي عبارة عن ايموجي تبع رجل احصان اعزكم بالله اللي هو المدرش يقول عليها وبعد منه بقال احنا اللي بهمنا تحدي الفي باكس تحدي الف لح تاخد منه مية في باكس لحقلكم شو هو التحدي منها اللي وبعد منه لح انهي هذا الفيديو وخلص هيك لحنا بنسحب على التحديات كلياته المهم ناخد المئة في باكس بعد منه منفوت ع موقع الاخبار ولحقلكم شو التحدي اللي حيكون على المئة في باكس هذا هو التحدي الميت في باكس اللي زارة امامكم اللي هو لحيفتح بسبتعاش نوفمبر يعني لحيفتح باليوم اللي جديد هذا ان شاء الله المطلوب منك بتحدي الفي باكس يا شباب بديكن تركزوا عليه جدا جدا هذا التحدي مطلوب منك لحتى تقدر بتحصل الفي بوكس انك انت متل مزارع امامك يوم 17 نوفمبر لح يفتح يعني تاني يوم او بعد كم ساعة من تسجيل هذا المقطع المطلوب منك انك تتفرج 30 دقيقة عصاني المحتوى اللي انت عملت له فولو طبعا اللي احنا كلهاتنا بنعرف لمين عملنا فولو لهذا الشخص ونفوت لعنده لازم نحفظ اسمه ولحنا عملنا له فولو ونفوت لعنده نمتفرج عنده يا شباب لمدة 30 دقيقة متل مطالب منه التحدي تتفرج عنده 30 30 دقيقة وخلص هيك هذا التحدي بنحسب لك بعد منه بيطلب منك انك انت تجيب 3 ا 3 بمود السولو كلالك انك انت تفوت لعب مود السولو وهيك انت وضعك بالتمام بتقتل 3 اشخاص بمود السولو ومبروكة عليك الفي باكس طيب يعني ما انت لستحبت عن التحديات التانية التحديات التانية اللي نحتفتح يوم 18 نوفمبر وتسعة عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين والجوائز ما لأي طعم الصراحة اللي هو متل مزارع امامكم اللي هو البنار وظاهر امامكم هاي اليميوجي وظاهر عنكم اللاما يعني شغلات كلها مع الاسف ومع اعتزاري للكم ما لا طعمة يلي بهمنا لحنا المائة في باكس وفي تحديات من هدول بيطلب منك ان انت تعمل اشتراك عن صانع المحتوى يلي زار امامكم تدفع له مصاري فلحنا ماننا مضطرين نعمل مصاري انه هذا مو جيفاوي لحنا بناخد الفي باكس بشكل مجاني وبتاخد المائة بيتسي اللي زارها امامك هاي يعني ما لا اي طعمة انا شايفة الصراحة اركز تلكم اكتر شي على المائة في باكس تمام يا شباب هذا التحدي اللي سيفتح تبع الفي باكس متل مظاهر امامكم ومتل مؤلت لكم بهاي الفترة هذا هو الموضوع كلاته بتمنى اكون عجبكم الموضوع والتحدي ان شاء الله متل ما اتلكم تبع الفي باكس اللي سيفتح يوم 17 نوفمبر يعني يوم 17-11 بتفرج 30 دقيقة على الشخص اللي انت عملت له فولو او اللي عملت له اختيار ببداية المقطع متل ما عملنا له اختيار وبعد منها تأتي الثلاثة بالسولو مبروك عليك المائة في باكس هذا هو المقطع تبعنا اليوم مع الشباب متمنى يكون عجبك واستفدين ولا تنسى تشير هذا المقطع مع كل اصحابك لانه الصراحة هذا الشي لح يصير معنا بشكل كبير بسرعة لانه الصراحة من اول ساعة فات 75 الف بني ادم اشتركوا بهذا السباق او اشتركوا بهذا الكيفاوي او التحديات اللي شو بكم تسموه سموه قد نعم بالقاتل مشوبني متسعة ولو محتاج ايش اكتب لي بالتعليقات ولا تنسى لك وتشير مع اصحابك ليوصل مقطع لكل مكان شكرا لكم وبرعاية الله موسيقى